اهلا بكم مرة تانية معكم مهندس حسن حسين من غوريلا اوتو ثيرفث هنتكلم عن فيديو جديد من فيديوهات انظمة التعليق والتوجيه هنتكلم فيه الفيديو ده عن انظمة التعليق الخلفي نظام التعليق الخلفي بينقسم الى ثلاث انواع تعليق اول نوع عندي تعليق نهاية خلفي تاني نوع عندي تعليق نهاية خلفي تعليق نهاية خلفي باستلدام السفة او يايات الملفوفة وهنشرح دلوقتي كل نوع من انواع التعليق الخلفي على حدة اول نوع عندي من انواع التعليق الخلفي الرير اند ساسبنشن سيستيم هو اللونج تيودنال ليف اسبرينج رير اند ساسبنشن تعليق نهاية خلفي بذنبورك طولي وكلمة ذنبورك هنا بتعني سستة او ياي وفي فيديو كامل انا شارح فيه انواع السفة او اليايات الطيب ثقوف اسبرينجيث او الطيب ثقوف ساسبنشن اسبرينجيث الفيديو ده هيظهر قدامنا على الشاشة دلوقتي الليف اسبرينج او السستة الورقية هي السفة التي على هيئة او شكل ورق او الواح طولية لها ثمك وطول وعرض معين بيتم حسابه بناء على الاحمال الواقعة عليها وزي ما احنا شايفين قدامنا كده في الشكل انه بيتم تصميم الليف اسبرينج عن طريق وضع كل ورقة او لوح على اللوح اللي بعده لحد محفظ على عدد الاوراق المطلوبة وبعد كده بدبث الورق ده في بعضه عن طريق اللي ستيل كلام المثبتات المعدنية من الاطراف ولكن من المنتصف بيتم تثبتهم عن طريق اليو بولت مثمار على شكل حرف يو وبعد ذلك بيتم تثبتهم في المنتصف في الرير اند اكسل في محور الدوران الخلفي للعجلات الخلفية ولكن من الاطراف بيتم تثبيت الليف اسبرينج في جسم شاسيل عربية عن طريق جلبه مطاطية تاني نوع عندي من انواع التعليق الخلفي هو الترانت نفيرز ليف اسبرينج رير اند ساسبنشن تعليق نهاية خلفي بذنبرق عرضي عكس النوع الاول اللي هو longitudinal ليف اسبرينج رير اند ساسبنشن تعليق نهاية خلفي بذنبرق طولي النوع الاول تعليق نهاية خلفي بذنبرق طولي النوع الثاني ده اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي هو تعليق نهاية خلفي بذنبرق عرضي في النوع ده بيتم وضع ليف اسبرينج بنظام عرضي مع جسم السيارة اللي هو شفي السيارة يعني يعني لو قلنا إن في نظام اللونجتيودنا كان الليف اسبرينج موضوع عموديui على محور دوران العجل ففي نظام الترانسفيرس الليف اسبرينج موضوع عمودي مواضية لمحور دوران العجل الرير اند اكسل ونفس تصميم الليفز برينج هو هو نفس تصميم الليفز برينج في النوع السابق مع وجود اختلاف طريقة وضع الليفز برينج النهائي كان في الوضع الاولاني كان بيتم وضع الليفز برينج والشهل فوق لكن في النوع ده بيتم وضع الليفز برينج والشهل تحت يعني بيتم تثبيت نهايات الليفز برينج في محور الدوران الرير اند اكسل ومنتصف الليفز بيرينج في جسم شافي العربية يعني النوع ده مختلف عن النوع السابق في طريقة التثبيت والتجاه ولكن التصميم واحد في كلا النوعين اللونجتيودينال والترانسفير عندنا اللونجتيودينال الليفز بيرينج الرير اند ساسبينشن تصميم السوسط فيه هو هو نفس تصميم السوسط في الترانسفير في الليفز بيرينج رير اند ساسبينشن ثالث نوع عندي من أنواع نظام التعليق الخلفي هو القويلز بيرينج رير اند ساسبينشن تعليق نهاية خلفي باستخدام السوسط الحلزونية او الملفوفة في النظام ده بيتم استبدال الليفز بيرينج بالكويلز بيرينج وبيتم تثبيت احد نهايات السوسطة اللي هي الكويلز بيرينج بمحور الدوران الرير اكسل والنهاية الاخرى للكويلز بيرينج بشافي السيارة والنهاية وفي ملحوظة مهمة جدا لازم اتكلم عنها ان كل انواع انظمة التعليق الساسبينشن سيستم بتكون من سبيرينج ودمبر او اللي هو شوك ابوذوربر مصص الصدمات ليه لان السوسطة اللي سبيرينج ليها وظيفة ليها وظيفة والشوك ابوذوربر او الدمبر او مصص الصدمات او المساعد لوظيفة تانية خالص ايه هي وظيفة اللي سبيرينج وايه هي وظيفة الدمبر بكل بساطة لو انا اعتمدت على اللي سبيرينج في عملية امتصاص الصدمات واخمدها هيبقى السيارة عمرها ما هيمتص منها الصدمات ولا هيتم اخمدها وهتفضل السيارة ترقص طول ما هي مشية او مطورها شغال فلازم يتم وضع الدمبر او مص للصدمات عشان يساعد السوسطة الصدمات الناتجة عن عدم انتظام مفتوى الطريق تحت عجلات السيارة وفي فيديو انا شارح فيه مكونات نظام التعليق السببنشن سيسم كومبوننت عنوان الفيديو ده هيظهر على الشاشة دلوقتي انا شارح فيه الفيديو ده مكونات وعناصر نظام التعليق وفيدة كل مكون من المكونات دي وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهارده انظمة الطعليق الخلفية الرير اند ساسبنشن سيسم وتكلمنا عن 3 انواع من انظمة التعليق الخلفي للسيارات اول نوع عند chatter تعليق نهاية خلفي تاني نوع عند تعليق نهاية خلفي تعليق نهاية خلفي تعليق نهاية خلفي باستقدام الصفة الحلزونية وشكرا اشتركوا في القناة